السلام عليكم عمر معاكم تقرير التضخم طازة طالع وحنتكلم عنه كان تقرير أفضل من المتوقع ولأول مرة نقول تقرير التضخم أفضل من المتوقع خلينا نتكلم كده على أهم ما جاء في التقرير ولكن نذكر الناس كان المتوقع بالنسبة للتقرير في شهر أكتوبر في سنة كاملة يكون 7.9 هو جاء 7.7 فأفضل من المتوقع أيضا من شهر لشهر كان متوقع أنه الـ All Index يكون 0.6 الارتفاع من شهر لشهر هو طلع 0.4 فأيضا كان أفضل من المتوقع من أهم الأشياء اللي صار حتى الـ Core CPI اللي هو بدون الغذاء وبدون النفط ارتفع فقط 0.3% لما كان الشهر الماضي تخيلهم ارتفع 0.6% لو ننظر طبعا دائما نقول تقرير التضخم من أهم العوامل اللي ننظر إليها من شهر لشهر فزي ما شفنا مثلا في شهر جولاي كان شهر مميز بالنسبة للتضخم لأنه ما كان فيه ارتفاع من شهر لشهر أوجست بدأ يرتفع 0.1 ثم 0.4 0.4 فيريك أنه التضخم ما زال بيزيد من شهر لشهر حتى في شهر أكتوبر يعني ارتفاع 0.4 لا يعتبر شيء إيجابي حتى الآن لأنه مرتفع التضخم ولكن النقطة المهمة زي ما تشايفين لو ننظر من سنة فهذا شيء مؤشر إيجابي كان تقرير التضخم يعني 8.2 الشهر الماضي اليوم إحنا دخلنا فيه 7.9 لأول مرة الكور سي بي آي زي ما تشايفين الكور سي بي آي اللي تشيل منه الغذاء والنفط على نزول لأول مرة زي ما تشايفين في سبتمبر كان أعلى نقطة ثم بدأ ينزل الآن ونزل تقريبا إلى نقدر نقول يعني تقريبا ما زال مرتفع يعني هو طبعا إلى 6.5% تقريبا لو نشوف من سنة لسنة وزي ما تشايفين زادت 7.7 من سنة لسنة طبعا 21 كان فيه ارتفاع بالنسبة للأشياء شوفوا الغذاء مثلا مرتفع 11% الغذاء في المنزل كان تقريبا 12% الأنرجي زي ما تشايفين مرتفع ما يقارب 17% اليوتيلتيز والغاز زي ما تشايفين أيضا 20% الترانسبورتيشن والتنقل 15% ودائما نقول تقرير التضخم من أهم العوامل اللي نبغى نشوفها من شهر لشهر هذه أهم نقطة دائما نبغى نشوفها خلينا نشوف كده من شهر لشهر ماذا حدث وزي ما تشايفين طبعا من شهر لشهر زي ما قلت التسارع من شهر سبتمبر إلى شهر اكتوبر فقط 0.4 لو نشوف مثلا الغذاء زي ما زاد 0.6% من شهر لشهر يعني هنا التركيز على المواد الغذائي شوفوا النفط قديش ارتفع 19% تقريبا 20% من شهر سبتمبر إلى شهر اكتوبر فهذا رقم كبير جدا شوفوا الأشياء اللي نزلت مثلا الخضار والفواكه نزلت 1% مثلا الغاز الطبيعي زي ما تشايفين نزل تقريبا 5% لو ننظر إلى السيارات المستخدمة نزلت 2.4% مثلا يعني ايش فيه كمان عندنا هنا الطيران طيران نزل 0.1% تأمينات زادت 1.7% فأقدر أقول لكم يعني التقرير كان من وجهة نظري جيد بالنسبة للأسواق لأول مرة قلنا الكور سي بي آي ينزل وهذا مؤشر جيد ما زال مرتفع طبعا معدل التضخم 7.7 ما زال مرتفع التارغت اللي احنا حطينه هو والفيدرال اللي حطه هو 2% اليوم ردة فعل الأسواق اعتقد حتكون إيجابية بشكل كبير جدا لا ننسى انه فيه ايضا الميت ترم إليكشنز لسه ما بين مين فايز في الإليكشنز كانوا يتوقعوا الكثير انه الجمهوريين حيس يسحقوا الديمقراطيين ولكن هذا ما حدث من وجهة نظري فالأسواق اليوم يعني حتكون على ارتفاع ربما بأيضا تأثير الميت ترم إليكشنز ذلك علينا نكون حذرين فيه تلاعب كبير جدا في الأسواق فلازم نكون حذر نحضر ما يحدث ونستمتع بهذا الارتفاع من وجهة نظري ما زال هذا الارتفاع هي فرصة للخروج من المنتجات اللي ما نبغى تكون معانا للأشهر القادمة لأنه ما زلنا يعني في مرحلة تضخم عالي الفيدرالي قد ينظر إلى هذا التقرير ويقول لك ربما ما أزود رقم اللي أنا كنت حاطه عندنا تقرير آخر لا ننسى الشهر القادم بالنسبة للتضخم قبل تقرير الـ FOMC ميتينغ القادم ولكن أقدر أقول إيجابية الأمور أكثر من المتوقع وأعتقد أنه الأسبوع هذا حنمر بمرحلة إيجابية ربما وأستمتع بالارتفاع اليوم شكرا وإلى اللقاء